كما وضع رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الأزواني اليوم بمدينة زورات حجر الأساس لبناء محطة حرارية تبلغ قدرتها الانتاجية 30 ميجاوات وأخرى شمسية بقدرة انتاجية تبلغ 12 ميجاوات وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى الثالثة والستين العيد الاستقلال الوطني وسيمكن هذان المشروعان من زيادة كمية انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى هذه المقاطعة لمواكبة تطور أنشطة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين وتعطية الحاجيات المتزايدة من الطاقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتلقى رئيس الجمهورية شروحا من القائمين على المحطتين حول مكونات كل منهما وقدرتها الانتاجية وما ستقطيانه من حاجة المدينة المتزايدة على الطاقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة